بسم الله الرحمن الرحيم لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونثاء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم آبا بعد معاشر الأحبة في الله نستكمل ما قد بدأناه منذ فترة في الكلام حول نظام الأخلاق في الإسلام تحدثنا عن ما هي الأخلاق وما هو اعتناء الشرع كتابا وسنة بالأخلاق ومدى حث الشرع على تحسين الأخلاق وأيضا تحدثنا حول هل الأخلاق شيء في فترة في طبيعة الإنسان لا يتغير أم أنه يتغير ويمكن تغييره وخلصنا من كل ما مضى إلى أن الأخلاق هي مجموعة الصفات والثيمات والثوابت في شخصية الإنسان والتي ينبني عليها تصرفاته وأفعاله وأفعاله وتصرفاته هي التي يراها الناس ويجدونها منه ولذلك اعتنى الشرع اعتناء فائقا بالأخلاق لأن الشرع يريد أن ينظم العلاقة بين أفراد الإسلام بين أفراد هذه الأمة يريد أن ينظمها علاقة حسنة تجمعهم ولا تفرقهم تحببهم في الدين ولا تنفرهم اعتنى الأخلاق اعتنى الشرع اعتناء فائقا بالأخلاق وتحدثنا عن ذلك فيما مضى وقلنا أن كون الشرع كون أن الله تبارك وتعالى أمر بتحسين الأخلاق هذا يعني أن الأخلاق يمكن أن تتحسن ويمكن أن تتغير إلى ما هو أفضل وإلا فإن ربك سبحانه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فكون أن الله أمرك بحسن الأخلاق وامتدح الأخلاق الحسنة وذم الأخلاق الخبيثة هذا يعني أنه يمكنك تغيير أخلاق إلى أحسنه ولذلك كان دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت هكذا كان يدعو النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من كان أحسن الناس خلقا يدعو بذلك فكيف بي وبك والسؤال يطرح نفسه أخيرا فلماذا لا تتغير أخلاقنا سؤال أسأله لنفسي في نفسي وفي أبنائي وفي من أنا مسؤول عنهم لماذا لا تتحسن أخلاقنا وسؤال أسأله إلى المجتمع المسلم لماذا لا تتحسن أخلاقنا كمجتمع كمجتمع مسلمين كمجتمع ملتزمين كمجتمع قارئين لكتاب الله كمجتمع محبين ودارسين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتحسن أخلاقنا بالقدر الكافي لماذا تحسنت أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناس جاءوا من قبائل شت لربما اشتهرت بعض هذه القبائل بالسطو لربما اشتهرت بعض هذه القبائل بالبطش بالغلظة بالشدة جاءوا إلى هذه البيئة الصالحة إلى مجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بأحسن الأمم أخلاق إذا هم بمثل عليا في الأخلاق الحاسرة كيف تغيرت أخلاقهم ليس فقط لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وإنما لعوامل لعوامل مهمة تحدثنا عن بعضها وقد لا نحيط بها لكن نجتهد أن نبحث في أخلاقنا كما نبحث في صحتنا فنجري التحاليل اللازمة حتى نخرج الأمراض الكامنة كذلك ينبغي أن نبحث في أخلاقنا حتى نخرج الأخلاق السيئة فنعالجها حتى نخرج الأمراض الأخلاقية فنعالجها لأنها بالضرورة ستقودنا إما إلى جنة إن كانت حسنة وإما إلى نار إن كانت صيئة وربك سبحانه يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خابث لا يخرج إلا نكدة ويقول سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها من طهرها من نقاها من حفن أخلاقها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه أحبة الكرام ذكرنا من وسائل تحسين الأخلاق الإخلاص أن تسأل نفسك السؤال مباشرا لماذا تريد أن تحسن أخلاقك لماذا تريد أن تنمي في نفسك في نفسك خلق الصدق لماذا تكره الكذب حتى من نفسك لماذا تحب التواضع وتتمناه لماذا تكره الكبر وتسأل الله أن يعافيك منه تسأل نفسك هذا السؤال مباشرة وأسأل نفسي فأقول أن الله عز وجل أمرني بهذه الأخلاق وما أمر الله تعالى فيه الخير كله في الدنيا والآخرة ولا بد أن أقصد بتحسين أخلاقي وجه الله لا أريد أثناء من الناس فيقول هذا حسن الأخلاق فيقدمونني في الكلام أو يقدمونني في الصلاة أو يقدمونني في مجتمعاتهم كي أتوسد أعمالهم لا أنا أريد تحسين خلقي لأن الله يحب ذلك أريد تحسين خلقي والالتزام بما أثنى الله عليه من الأخلاق الحسنة لأن الله يحب ذلك وأنا أريد أن أرضي ربي بأخلاقي كما أرضيه بصلاة كما أرضيه بزكاتي كما أرضيه بحجي أريد أن أرضيه أيضا بحسن أخلاق إذن الإخلاص هذا أول خطوة في طريق تحسين الأخلاق الخطوة الثانية العلم بالأخلاق الحسنة من أين تعرف الأخلاق الحسنة الأخي الحسنة التي كان يعلمني إياها أبي لا ليست شر فقد يعلم بعض الأخلاق سيئة قد يعودونهم على الكبر قد يعودونهم على أنهم دائما أن يأخذوا ما في أيدي آخرين آباء يعلمون أبنائهم ذلك أمهات يعلمون أبنائهم الكذب حينما يكذبون على آباء أبنائهم يعني أزوجهم يعلمونهم الغرور أنهم لا يخطؤون أبدا أن الناس جميعا يخطؤون إلا هي كأمه أو إلا هو كأبيه هذا تعليم هذا تعليم لأبنائنا أخلاقا سيئة نهى الله تعالى عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم إذن العلم لا بد أن نستعرض الأخلاق الحسنة التي في كتاب الله التي وصف الله بها أنبياء وصف بها رسله صلى الله عليه وسلم حينما يقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم هذا يلزمنا بالبحث في الأخلاق التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان صادقا كيف كان صبورا كيف كان حليما كيف كان طيب القلب كيف كان بشوشا هذه الأخلاق نراها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر لمن كان أرجو الله الإخلاص لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه الأسوة المطلوبة في رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست فقط في أن تركع كما ركع وليست فقط في أن تطوف كما طاف وإنما أن تركع كما ركع وتطوف كما طاف وأن تصبر كما صبر وتصدق كما صدق وتتواضع كما تواضع عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قال لكذا كان لكم في رسول الله كلام عام في كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان عليه رسول الله وتستطيع أن تتحول إليه أنت مأمور جملة أن تصير إلى ذلك أنت مأمور جملة أن تسعى إذن الإخلاص العلم بالأخلاق الحسنة لابد أن تستعرض كتاب الله وتستعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو السبيل الثالث استعراض القرآن أن تلتزم كتاب الله وأن تتنوي أن تكون كما يريد ربك سبحانه كما دلك في هذا الكتاب الله عز وجل حينما يستعرض قصة نبي من الأنبياء وينقل عنه أنه يقول لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب هذا ليس على سبيل مجرد قضاء الوقت إنما على سبيل أن تتعلم أن تتعلم أنك ينبغي أن تجعل لك غرضا في حياتك لك مقصودا من تعاملك بين الناس أن تنهض بنفسك وبإخوانك إلى الصلاح قدر استطاعتك إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وأنت تسعى في سبيل النهضة بنفسك وبإخوانك إلى أصلاح ما يكون أنت مستعين بالله وما توفيقي إلا بالله وأن تكون متوكلا على الله هذه أخلاق هذه أخلاق هذه أخلاق إذن بعد الإخلاص بعد تعلم الأخلاق الحسنة وتعلم الأخلاق الخبيثة أيضا تتعلمها لا ليتنقاذ لها وإنما ليتتجنبها كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فلابد أن تستعرض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا أن من أهم أسباب التخلق الحسن الدعاء الدعاء الله تعالى بيده القلوب الله تعالى بيده القلوب كما قال صلوات الله وسلامه عليه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ثم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليس ثبت قلبي على ما أنا عليه فما أنت عليه ليس الكمال وليس التمام وذا ربما فيك أخلاق سيئة ينبغي أن تتغير فلا تسأل الله أن يثبتك على ما أنت عليه ولا تقول ثبتني على دينك وأنت تقصد الدين الذي أنت عليه لا اقصد الدين الكامل الذي أوحى به الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين الكامل هذا والذي تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك إياه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم يمقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويمصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك شايف شايف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأل الله إيه صرف قلبي على طاعتك صرف قلبي على طاعتك خليني دايما متوجه مع طاعتك الشيء التالي في السبل التي تحسن بها أخلاقك الوسائل التي تربي بها أن أفسك أخلاقك الأعمال الصالح المسلم وكل إنسان له ظاهر وباطن وحتما هناك تلازم بين الظاهر والباطن تلازم ارتباط وثيق فكلما حسنت ظاهرك كلما تحسن باطنك ولا تظن أنه إن كان باطنك فيه مرض في الأخلاق وحاولت أن تلتزم ظاهرا بما هو أحسن منها أن ذلك النفاق لا النفاق أولا أن تبطن الكفر والعياذ بالله وتظهر الإسلام هذا هو النفاق والنفاق العاملي أن تكون في قلبك تريد تريد أخلاقا خبيثة وتتظاهر بما هو حسن لتنال مرضات الناس أما أن تعالج نفسك أن تتكلم بصورة حسنة أن تعامل بصورة حسنة وأنت تعالج نفسك هذا ليس من النفاق ولا من الرياء بل هذا من السعي من السعي إلى إصلاح النفس الله تعالى عالجنا بالطعات عالج أخلاقنا بالطعات ألا ترى إلى قوله سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة حركات وأقوال أفعال ظاهرة يمكن لإنسان أن يصلي صلاة كاملة ولم يستشعر فيها لحظة بارتباطه بالله تبارك وتعالى أنت مر صلاة كاملة لا يشعر به ويمكن أن تصلي ركعتين يغيرون في أخلاقك يمكن أن تصلي ركعتين تغير أخلاقك تماما أين هاتين الركعتين احرص على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرة اجتهد أن تصلي كما صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتهد أن تستحضر قلبك اجتهد اجتهد ستغير هاتين الركعتين أخلاقك قد تستغرب لا ثق بالله تبارك وتعالى أن الله سيغير أخلاقك بهاتين ركعتين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأهل العلم يقولون أقوالا في تنهى عن الفحشاء والمنكر قالوا إن الصلاة في حد ذاتها لا تمكنك من فعل الفحشاء والمنكر أثناء الصلاة فلا يمكن للرجل أو امرأة أثناء الصلاة أن يسرق وهو يصلي لا يمكن أن يزني لا يمكن لا يمكن لا يمكن فهي في حد ذاتها تمنعك منعا مؤكدا عن الفحشاء والمنكر لكن يبقى لها أثر في بطنك كلما حسنت صلاتك وكانت أشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلما أثرت فيك كلما أبعدتك عن الفحشاء والمنكر فترة يعني أنت تصلي الظهر أثناء الصلاة في المسجد لن تفعل فعلا آخر يغضب الله تبارك وتعالى في الظاهر لن تستطيع أن تسرق من الذي يصلي بجوارك لن تستطيع أن تزني لن تستطيع أن تظلم أن تبشش أن تضرب لأنك في الصلاة أثناء الفترة وعلى حسب ما تكون هذه الصلاة مؤثرة مخلصة على حسب ما ستترك أثر في نفسك بعد الصلاة ممكن نص ساعة ممكن ساعة ممكن ساعتين ممكن ثلاثة ممكن إلى الصلاة التي بعدها وتأتي الصلاة التي بعدها نفس الأمر فممكن أن تحسبك تحبسك عن المنكر ساعة ساعتين ثلاثة ممكن للصلاة التي بعدها وهكذا حتى تصل إلى درجة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جتنبت الكبار تصل إلى هذه الدرجة هذه درجة الكمال في الصلاة أن تكون الصلاة تنهاك عن أن تجتنب السيئات فيما بينها كذا الأعمال الصالح ليس فقط الصلاة بل الزكاة كذلك قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن الله الصدقة في حد ذاتها مال محسوب تأخذ من مالك بحسابات الناس الجدولية في الأوراق تقل أنت معك ألف جنيه تدفع منه خمسة وعشرين جنيه قل صار تسعمية خمسة وسبعين هذا في العدد الرقمي في العدد الرقمي لكن هناك من يدفعها بإخلاص يريد وجه الله يريد أن يطهر هذا المال يريد أن يزكي نفسه فتتحسن أخلاقه وتزكيهم بها تطهرهم فعند بعض الناس يرى أن التسعمية خمسة وسبعين الباقي أفضل من أن يزيد الألف ألفان أفضل عنده لأنها صارت طهرة لأنها صارت مطهرة كلما ارتبطت الأعمال الصالحة بإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كلما حسنت وغيرت في أخلاقه وهكذا الأعمال كلها هكذا الحج الحج وهذه أيامه يتجرد الناس ليس من فيابهم فقط وإنما حتى من أعمالهم وحتى من أبنائهم وأزواجهم وذريتهم يتجردون من كل ذلك يبتعدون لماذا؟ لأنهم يريدون وجه الله لأنهم يريدون أن يتطهروا في الظاهر ويتطهروا في الباطن تدريب ولا شك تدريب على ترك كل ما هو سيء وخبيث على ترك كل ما هو سيء وخبيث في أخلاقك تنظر إلى أخلاقك أنا كثير الغضب أنا عندما أغضب أبطش أنا عندي محبة لأخذ زيادة عن حقي أنا أقبل رشوة أنا لابد أن أتغلب عليه كما تغلبت فتركت مالي وأبنائي وزوجاتي وبيتي وذهبت إلى بلاد أخرى لابد أن أترك هذه الأخلاق وأتدرب على ذلك إذن الأعمال الصالحة يا إخوة الكرام كل ما اجتهدت في الأعمال الصالحة كل ما تحسنت أخلاقك كل ما ألزمت أبنائك بالأعمال الصالحة كل ما تحسنت أخلاقك أن تتحفظ أبنائك القرآن الكريم حتى تتحسن أخلاقهم تجتهد معهم في الصالحة تتحسن أخلاقهم تجد أثر ذلك ولذلك أحد الصالحين والقولة مشهورة كنت أعمل العمل السيء فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي حتى في التعاملات الآخرين تتأثر بسيئاتك أنت تتأثر بأعمالك أنت فكيف لا تتأثر أنت سبب آخر مهم التزم الصحبة الصالحة واجتنب الصحبة السيئة وهذا أمر لا ينكره أحد ونبينا صلى الله وسلم عليه يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير مثال واضح حامل المسك حامل الطيب رجل عنده طيب قال إما أن يحذيك يديك كده خط يطيب خطرك ويحسن ريحك إما أن يحذيك وإما درجة أقل شوية ما يديكش كده التطوع لا لكن يسمح لك بالشراء وإما أنت بتاع منه ولو هي بتاعته ومش عاوز يديلك ومش عيبيعها لك يكفيك أن تجد منه ريحا طيبة قال إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة أقل حاجة تجد منه ريح طيبة إما أن يكون شخص معه طيب وكريم يعطيك بدون حاجة وإما أن يكون شخص معه طيب وهي صنعته فيبيع لك وإما أن يكون شخص معه طيب ولا حيديلك ولا حيبيع لك يكفيك أن تجد منه ريحا طيبة تستمتع به قال ونافخ الكير نافخ الكير الزمان اللي كان ينفخ على النحاس والحديد عشان يحرقه قال إما أن يحرق ثيابك يعني تعدي من جنبه ثيابكت وهذا ليس ذما للصمعة في أساسها وإنما هذا مثل يضربه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صاحب الأخلاق السياء البيئة السياء الصحب السياء إما أن ينقلك معه إلى السوء وإما أن لا تجد منه إلا ما يؤذيك إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثا البيئة الصالحة والبيئة السياء وتعرفون جميعا قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين مل من القتل أرد أن يقلع عن هذا الخلق السيء تعدي أسرح حاجة يقتل على طول ذهب إلى عابد في صومع لكنه لا يعرف كيف يدل الناس على مخرج منهم ما فيه من الأزمة فسأله قال له قتلت تسعة وتسعين ومتسعة وتسعين وجاء تسأل دلوقتي فقاتله هذا يدلك على أن هذا رجل شرس جدا واحد قال لك كلمة وانت قتل تسعة وتسعين شبعت وعاستخلع من القتلتهم تقتله ما هي تدلك أن شخص شرس جدا فقاتله فأتم به المئة ثم دل على عالم هذه فايدة العالم يذكر في باب التوبة لكن الآن نستعيره في باب الأخلاق لأن رجل انتقل هذه الانتقالة بسبب هذا الرجل العالم الذي نصحه نصيحة صحيحة من يغلق في بابك وجدتوا بفتاب إلى الله هذا خلق حسن من العالم لأنه مش بس هو في نفسه كويس زي العابد لا ده هو في نفسه كويس ويعرف ازاي عالج فدله بحسن خلق فانتقل الرجل من صاحب نار إلى صاحب جنة اختلفت فيه الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فوجدوه أقرب إلى الرحمة فأخذوه أحبة الكرام البيئة الصالحة منقذ ولذلك العالم دله على أن يخرج قال إنك تعيش في بيئة سوء في أناس سوء فانتقل إلى أناس صالحين فمات في الطريق نعم البيئة الصالحة مؤثرة حتما ولابد وإن وجدت نفسك في بيئة سيئة اغرب منه تقول أنا أجتهد عليهم في الإصلاح لا أصلح نفسك أولا ثم أصلح الآخرين انقذ نفسك أولا لأنك قد يتأثر بهذه البيئة السيئة التي تعيش فيها أختموا هذه المرة بأنه حتى تتحسن أخلاقك لابد أن تقبل النصح وإلا لن تتعافى أبدا من الأخلاق السيئة أنت تروح إلى الطبيب وتحكيله وأنت عارف أنك مريض أنت عارف أنك مريض وعارف اللي بيوجعك الدكتور ما يعرفش اللي بيوجعك وعارف فين الألم بالضبط والطبيب لا يعرف يقول لك ضع يدك على الحتة اللي بتقلمك هو يتوقع لكن أنت تعرف مرضك وتعرف ألمك ومع ذلك لا تستطيع أن تعالج نفسك حتى ينصحك بعض المرضى وكثير منهم من يرى أنه يستطيع أن يعالج نفسه أحسن من الطبيب لأنه عارف إيه اللي وجعه صح؟ أنت تعرف إيه الألم لكن لا تعرف كيف تعالج نفسك غيرك قد يمكن أن ينصحك ويرى فيك ما لا تراه في نفسك أنت فتحتاج دائما إلى نصيحة الغير كبرك سوف يضلك في سبيل العلاج لو أنت قلت الطبيب هذا يعرف ألمي أنا أعرف ألم نفسي صحيح لكن أنا أعرف أن هذا الألم علاجه كذا فأنصحك أنا خارج عنك فلا تتكبر على نصيحة من ينصحك ونحفظه جميعا قول علي رحم اللهم رئا أهدى إلي عيوب هذه كلمة نقولها لكن لا واقع لها في الحقيقة لا واقع لها في كثير من الأحوال لكن فوق كل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله وإلى رسوله ولكتابه ولي أئمة المسلمين وعمتهم أقول قوله هذا واستغفر الله لي ولك الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أحبتي في الله ذكرنا من الوسائل الإخلاص والعلم والرفق الصالح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبيئة الحسنى والتزامها والدعاء والتزام البيئة الحسنى وقبول النصح هذه من الوسائل التي ذكرنا اليوم ولعلنا نرجع بعضا منها في مرة أخرى وأخيرة نحن أحبتي في الله في النصف الثاني وفي الأواخر من شهر ذي القعدة ووشهر من أسهر الحج وشهر من أسهر الله الحرم وبعد أيام قليلة ندخل في موسم هو من أعظم المواسم في طاعة الله جل وعلا ندخل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهذه العشر التي سيبدأ فيها نسك هو من أعظم النسك وركن من أعظم أركان الإسلام ألا وهو الحج والحج من أشرف العبادات ولا شك ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجن ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته أمه نسأل الله أن يطاهرنا ويكمنا الذنوب هذه الأيام أيام فاضلة أشرف الأعمال فيها حج بيت الله الحرام ولا شك خاصة حجة الفريضة والفرض أقرب من النفل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه فإخوتي في الله من كان له جدة قدرة من مال وصحة فليتعجل في حج بيت الله الحرام فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه لا يدري قد يمرض المريض وتأتي الحاجة فلا يستطيع الإنسان فليتعجل خاصة من كانت حجته حجة الإسلام ولا تؤخر لشبابك فتظن أنه يأتيك وقت بعد ذلك فلا تدري فكم من الناس يعمر دهرا وكم من الناس يموت وهو شاب لا يظن الناس بصحته شيئا فإياك أن تؤخر وأنوي اليوم أن تحج العام إنوي أن تحج هذا العام كيف تحج هذا العام والتأشيرات التي قدمت منذ شهر لم تأتي بعد وتأخر لا تدري إنوي لعلك إن ميت ميت ناويا لعلك إن ميت ميت ناويا وإن لم يكن هذا العام فضع لنفسك فرصة أخير العام المقبل كما أن الواحد منا يبيع ما يملك حتى يتزوج لا أولى بك أن تبيع ما تملك حتى تهرب من نار وقودها الناس والحجارة هذا أولى لك لن ينفعك أحد إن أقبلت على الله وفي عنقك عبادة كنت تستطيع أن تؤديها فلم تؤديها إنوي حج بيت الله الحرام ولا تتأخر فإن كنت غير قادر فإن الله تبارك وتعالى قد رفق بي وبك وبأمثالنا فجعل في العشرة أيام هذه من الخير ما لم يجعل في غيرها فهي أفضل أيام في السنة يروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه العشر يعني العشر الأوائل من شار ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا أشرف الجهاد وأعظمه النفل منه أفضل منه الأعمال في هذه العشر والجهاد من أعظم أعمال الإسلام هو ذروة سلام الإسلام ولا تظن أنه أقل لا لا الذي يبذل في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لشك أعظم عمل ولكن إن كان جهادا ليس بالفرض فقد يصل إنسان في هذه العشر بالأعمال إلى درجة أعظم هذا يدلك على فضل العمل أي عمل كل عمل صالح كل عمل صالح فالزيادة في صلاتك عمل صالح والزيادة في صيامك عمل صالح والزيادة في الصدقة عمل صالح والزيادة في قراءة القرآن عمل صالح والزيادة في الأمر بالمعروف والنية عن المنكر عمل صالح والزيادة في كل خير عمل صالح هذا في العموم ثم يأتي فضل خاص ليوم التاسع وهو يوم معرفة وأفضل ما يكون فيه من الصيام ورسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيام عرف يكفر ذنوب سنتين سنة سابقة وسنة لحقة وفضل الله أعظم من ذلك بكثير ثم عمل صالح خاص الأضحية وهي من أحسن الأعمال والتي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها والتزمها عليه الصلاة والسلام طيلة حياته حتى أنه خسية على الفقراء من أمتي وأهل الحاجة ذبح كبشين أملحين أحسن ما يكون فقال هذا عن نفسي وعن آل بيتي وهذا عن من لم يضح من أمتي أي شرف وخلق أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هم الفقراء من الأمة كلها فيضحي عنهم ليس مشغولا فقط بأن يدعوا لهم فقد دعا لهم كثيرا لكنه مشغول عنهم حتى بالأضحية وبغير القادر يطيب خاطر أهل الحاجة والفقراء من أمتي عليه الصلاة والسلام وهذه تحتاج إلى وقفة وحدها حمل هم الأمة هذه طاعة حمل هم الأمة تحمل هم الفقير طاعة تحمل هم الضعيف طاعة تحمل هم الأمة كلها طاعة لله تبارك وتعالى تحمل هم الأمة تريد أن توجهها إلى شرع الله وإلى تطبيقه هذا حمل هذا الهم طاعة والسعي في تحقيقه طاعة أيضا هذه الأخلاق الأخلاق الحسنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمنا في سنة الأضحية من أراد أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا من أظفاره تعلمون ذلك لكنني أذكر نفسي وأذكركم بها فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال رب العالمين سبحانه هذا من تذكيرتي وتذكيرتي إخوانكم في المسجد أنهم قد جعلوا صناديق خارج المسجد لمن أراد أن يساعد في ذلك وإلا أن يضحي فأنت قد لا تستطيع أن تضحي أضحية كاملة لكن تستطيع أن تساهم في صدقة في هذه الأيام هذا من أعمال الخير أيضا وقد تستطيع هذا وذاك هذا من تمامه الخير وأحسنه فلا يحرمنا أحدكم نفسه من مرضات الله تبارك وتعالى بأن يبخل بمبلغ أو بشيء يحرم نفسه من الصدقة لكن هذه ليست أضحية الأضحية أن تكون كاملة شاه أو سبع بقرة أو سبع بذنة لكن الصدقة شيء آخر أن تساعد في توزيع اللحوم على الفقراء هذه إخوة الكرام من الطاعات والطاعات هي التي تقرب إلى رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أجملوا في الطلب أنتم تريدون مرضات الله تأذبوا في الطلب أحسنوا أحسنوا في الطلب قدموا حسنا قبل أن تطلب أن يغفر الله لك قدم قدم أجمل في الطلب وأعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته إن ما عند الله ينال بطاعته ينال بطاعته نسأل الله أن يرزقنا وإياكم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وإن ردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا وحسن أخلاق زوجاتنا وحسن أخلاق أبنائنا وحسن أخلاق بناتنا وحسن أخلاق إخواننا وحسن أخلاق المسلمين جميعا يا رب العالمين حسن أخلاقنا لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك وإحسانك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين أما قاتل يهود المجرمين أمن هوادهم اللهم اقتلهم وأعداء الله اجمعهم في صعيد واحد فاقتلهم بددا وأحصي معددا ولا تغادر منهم أحدا أما صلي وسلم على خير خلق وافضد رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما